نقش رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين محمد الماس مع مدير عام شرطة السير بالعاصمة المؤقتة عدن العميد عدنان القلعة التعاون بين شرطة السير وصندوق صيانة الطرق فيما يخص السلامة المرورية وأثنى المهندس الماس في بداية اللقاء على جهود إدارة المرور في تعزيز الأمن والحد من الحوادث بالإضافة إلى تنظيم حركة السير في جميع مديريات عدن وأكد الماس على ضرورة توسيع نطاق التعاون بين الجهتين لضبط حركة السير والتزام المواطنين بقوانين المرور مما يساهم في الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم العامة وأشار إلى أن الطرق تعتبر من الثروات القومية التي تحتاج إلى حماية والسدامة من جهته أعرب العميد القلعة عن تقديره لجهود صندوق الصيانة مشيدا بالإنجازات في صيانة وتأهيل الطرق كما أثنى على جهود المهندس الماس في رسم خارطة الطريق للتعاون مع الجهات المعنية بهدف خلق بيئة عمل توافقية تخدم الصالح العام